اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومنهج حياة الانسان المسلم وجعل فيه قصص الامم السابقين والانبياء والرسل وقصص وعبر الانسان مسلم يقرأ هذه القصص ويعتبر بها ويطاعز ويتعلم وينظر في الحكمة التي يريد الله تعالى ان يوصلها الينا فمن هذه القصص او من هذه الاشياء التي وردت في القناة الكريم قصة اصحاب الكهف وهذه القصة وردت في صورة القرآن الكريم تسمى صورة الكهف وهي صورة مكية كما تعلمنا المكي من القرآن وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من مكة الى المدينة او كما قيل المكي وما نزل على رسول الله في مكة المقرمة ان شاء الله نتعلم مع بعض الان قصة اصحاب الكهف ان شاء الله نحرس ان احنا ناخد منها عبرة وعزة وناخد دروس مستفادة كما سيتطلح الان من خلال شرح الدرس نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية يقول لك قصص القرآن الكريم يقص الله تعالى علينا في القرآن الكريم قصص الانبياء والصالحين وقصص الكفار والطائعين وقصص الكفار والطاغين لنتفكر ونعتبر ونطعز فقد قص الله تعالى علينا قصة اصحاب الكهف في صورة الكهف يبقى في سؤال هنا لو قلنا مثلا لماذا او ما الحكمة من ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قصص الامم السابقة او القصص عامة او قصص الانبياء والصالحين نقول لنتفكر فيها ونعتبر ونتعز ونتعلم منها تمام معنا اليوم قصة اصحاب الكهف في صورة الكهف اصحاب الكهف هم فتية شباب امنوا بالله الواحد وبتعدوا عن عبادة الاصنام التي كان يعبدها قومهم وكان لهم ملك ظالم عندما عرف خبر ايمانهم توعدهم بالعذاب الشديد يبقى اول معلومة عندنا نعرفها عن اصحاب الكهف انهم عبارة عن فتية امنوا يعني اكتر من واحد اجمعوا مع بعض وكانوا موجودين ويعيشوا في قرية او في بلد البلد دي كان ينتشر فيها عبادة الاصنام وكان لهذه البلد الملك حاكم ظالم يأمر الناس ايضا بعبادة الاصنام ويظلم الناس ويعتدي وتجبر وتجبر عليهم فهؤلاء الفتية اجتمعوا وامتنعوا عن عبادة الاصنام وقرروا ان يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده وان يبتعدوا عما يعبد قومهم من الاصنام وغيرها فعندما عرف الحاكم الظالم هذا الملك عرف بخبرهم وخبر ايمانهم توعدهم بالعذاب الشديد وبدأ في البحث عنهم حتى يوك عليهم العذاب فماذا فعلوا هؤلاء الفتية ما كان منهم الا انهم توجهوا الى الله تعالى ودعوا الله ان يلهمهم الرشدة ويثبتهم على ايمانهم كي لا يعودوا لعبادة الاصنام مرة اخرى فهداهم الله تعالى الى ترك بلد بلدتهم بحثا عن مكان يؤويهم بعيدا عن اعين الملك الظالم وقومهم الكفار حتى وجدوا كهفا في جبل على اطراف بلد بلدتهم فدخلوه واختبأوا به بل اول كانوا يعبدون الاصنام وهداهم الله تعالى الى ترك عبادة الاصنام وعبادة الله وحده فلما علم الحاكم الظالم بعبادتهم لله وطرقهم لعبادة الاصنام توعدهم بالعذاب فالتجأوا الشباب او هؤلاء الفتية الى الله تعالى يطلبون منه ان يرشدهم ويلهمهم ماذا يفعلون وان يسبتهم على ايمانهم بالله وحتى لا يعودوا الى الاصنام مرة اخرى فارشدهم والهمهم الله ان يتركوا هذه البلد الذي فيها اصنام وفيها ملك ظالم ويذهبوا الى مكان اخر يستطيعون فيه ان يكونوا في امان ويعبدوا الله تعالى يعني ربنا بيعلمهم ان انتوا لما تكونوا في لما انسان يرى غيره على غير الحق لا يتبعه ولا يمشي معه ويتركه تمام ويذهب الى مكان اخر حتى لا يفتن وحتى لا يضل وغير ذلك فارشد الفتية دول انهم يسيبوا المكان ده يروح مكان اخر فماذا فعلوا ترقوا بلدهم وبحثوا عن مكان يؤويهم بعيد عن اعين الملك الظالم فوجدوا كهفا زي غار زي مكان في جبل موجود على اطراف البلد فدخلوا به واختبقوا به فكانوا الفتية يشعرون بالتعب مشوا من بلدهم مسافة بعيدة فتعبوا فمجدوا وجدوا الكهف المكان دوت في الجبل فاختبقوا به فكانوا يشعرون بالتعب فاستلقوا ليناموا يعني يريحوا عشان يرتاحوا شوية ويناموا وهنا كانت المعجزة ان انامهم الله تعالى مش يوم ولا اثنين ولا تلاتة لا انامهم الله ثلاثة مئة وتسع سنين تلتمية سنة وتسع سنين يبقى تلتمية وتسع سنة كاملة تخيل دين معجزة الخاصة باصحاب الكهف يبقى انامهم الله ثلاثة مئة وتسع سنين كاملة وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم حيث قال تعالى وَلَبِسُوا وَلَبِسَهُمْ كان معهم كلب يعني خرج معهم من القرية وكان ماشي معهم ودخل معهم الكهف ولما دخلوا نام ايضا دخل معهم وكان معهم كلب باصة زراعيه بباب الكهف يعني قاعد على باب الكهف ومادد زراعيه اكنوا ايه قاعد بيحميهم محدش يقدر يخدش يزيهم سواء حيوان او انسان باصة زراعيه بباب الكهف حماية لهم حتى ايقظهم الله عز وجل بعد ذلك استيقظ الفتية بعد نومهم الطويل اللي احنا قلنا استمر لقد ده سلاس ومئة وتسع سنين وهم يظنون انهم اول ما صحب بيظن انهم لم يناموا الا يوم او بعض يوم كمان يعني قل من يوم يوم ما استشعروا كده وكانوا يشعرون بالجوع فارسلوا احدهم الى المدينة ارسلوا واحد منهم الى المدينة اللي هما كانوا عايشين فيها عشان يأتي لهم الطعام الطيب واوصوه بالحضر حتى لا يراه احد فيقضى عليهم اول ما توصل للمدينة حاول تمشي كده في الخفاء وتجيب لنا طعام وترجع لنا تاني عشان لو حد شافك يعرف مكاننا وييجي ويقضوا علينا هما فاكرين ناموا يوم واحد وصل احدهم الى البلدة وتعجب مما رأى فاهل البلدة يرتدون ملابس غريبة والنقود التي معه لم تعود مستعملة ثم عرف ان البلاد اصبح لها ملك عادل وان اهلها كلهم اصبحوا من الموحدين المؤمين بالله يبقى 300 سنة وتسعة سنين كمان ربنا غير وضع البلد وغير وضع الناس والناس ماتت والناس تولدت والناس غير لبسهم وزمن بقى زمن غير الزمن وبقى تلعملة الفلوس اللي بتعملوا بها فلوس تانية والملك الملك اللي كان موجود والحاكم مات وجاء ملك اخر عادل فاصبح الفتى اللي راح البلد دي عشان يشتري الحاجة لان الوضع تغير البلد اهلها يرتدون ملابس غريبة النقود التي معه لم تعد لم تعد مستعملة عرف ان البلاد بقى لها حاكم عادل ان اهلها كلهم اصبحوا موحدين بالله ومؤمين بالله فطبعا امات الله تعالى اصحاب الكهف بعدما عرف اهل البلد بهم لما طبعا الناس شافوا الشخص دوته غريب شكله غريب ولابسه دون غريبة ويجايب مع فلوس غريبة من زمن يعني اجدادهم كانوا بيحك لهم عن الفلوس دي او عن الناس بوصف معين وطلع ده واحد منهم فالناس لما شافوا الشخص دوت وعرفوا مكان اصحاب الكهف ربنا امات اصحاب الكهف في نفس الكهف اللي مكانوا عايشين فيه او كانوا نايمين فيه بعدما عرف اهل البلد بهم واصبحت قصتهم عبرة لنا ولهم نتعلم منها امور مهمة جدا ايه هي اول هذه الامور نتعلمها من قصة اصحاب الكهف عدم اتباع الاخرين ان كانوا على غير الحق ما ينفعش اتبع واحد اقول الناس كلها بتعمل غلط في عامل زيهم او واحد بعمل غلط اعمل زيهم لا اتعلمنا من اصحاب الكهف ان هما لما لقوا الناس على ضلال وعلى عبادة الاصنام ربنا هداهم لعبادته ما اتبعوش الباطل وتركوا هذا الباطل اللي هو غير الحق واتتبعوا ايه الحق بعدم اتباع الاخرين وان كانوا على غير ايه حق الامر الثاني المتعلم من الدرس ومن القصة اللجوء الى الله تعالى القادر والتوكل عليه للحماية والحفظ زي ما فعل اصحاب الكهف لجأوا وطلبوا من الله تعالى ان يعينهم وان يحميهم وان يرشدهم الى الصواب اللجوء الى الله القادر والتوكل عليه للحماية والحفظ ثلاثة نتعلم ايضا قدرة الله تعالى على بعث الموت يوم القيامة كما ان الله تعالى أنام أصحاب الكهف 309 سنة ولم يغير شيء من أجسامهم ولم يغير شيء من ملابسهم ولم يتغير شكلهم ويستيكزون ويشعرون بأنهم لم يناموا إلا يوم واحد أو أقل من يوم فهذا يدل على أن الله قادر على أن يميت الإنسان ويبعثه يعني يحيي مرة أخرى بعد الممات يوم أو قيامة ده ما تعلمناه من درس اليوم نتمنى أن نكون استفادنا من قصة أصحاب الكهف وتعلمنا فيها معلومات جديدة أتمنى أن نحن أيضا ننتفع بهذه المعلومات في حياتنا ونقرأ القصة مرة أخرى عشان نحفظ المعلومات اللي احنا عرفناها اليوم أتمنى لكم التوفيق والسداد والحفظ والرعاية في أمان الله وقبل طبعا من ننهي الدرس زي ما تعودنا أن نحن بنحيي مع بعض الأنشطة الخاصة بالدرس النشط الأول نرتب أحداث قصة أصحاب الكهف عندنا أحداث القصة زي ما تعلمناها مع بعض الآن بس مش مرتبة نبدأ نرتبها مع بعض فأول حدث نقول رقم واحد استيقاظ الفتية ولا آمن الفتية الأول قلنا آمن الفتية بالله وتركوا عبادة الأصنام التي كان يعبدها قومهم يبقى رقم واحد لأخر حدث موجود معنا اتنين توجه الفتية إلى الله ودعوه أن يلهمهم الرجدة ويثبتهم على إيمانهم تلاتة استيقاظ الفتية بعد نومهم الطويل وهم يظنون أنهم لم يناموا إلا يوما أو بعض يوم أربعة فوجدوا كهفا في جبل على أطراف بلدتهم فدخلوا واختبعوا به خمسة فأنامهم الله سلاسة مائة سنين وتسعة ستة استيقاظ الفتية بعد نومهم الطويل وهم يظنون أنهم لم يناموا إلا يوما أو بعض يوم سبعة أرسل الفتية أحدهم ليشتري لهم طعاما تمانية أعرف أهل البلدة بأمر الفتية وأصبحت قصتهم عبرة لهم النشاط الثاني أكتب ماذا ستفعل إذا رأيت يعني عندك حدث وحدث أكتب ماذا ستفعل في هذا الحدث وفي هذا الحدث الحاس الأول إذا رأيت مجموعة من الأولاد يهزئون بتنميز أو يهزئون بتنميز جديد بالمدرسة نعمل إيه أتفرج عليهم أمنعهم من عمل اللي يعملون وماذا أفعل نقول أنصحهم بعدم فعل ذلك وأنصحهم باحترام الآخر ولا أفعل مثلهم فإلا يستجيبوا أخبر المسؤول في المدرسة مثلا جواب جيد جواب صح قرر زملائك بالفصل لعمل حيلة على زميل لهم يعني عاوزين يعتفوا على اتفاق على زملهم مع بعض يئزوه ديقوه أنت رضي فعلك إيه لا أساعدهم ولا أوافقهم على ذلك وأنصحهم بعدم فعل ذلك وأن نتعامل مع بعض بمعاملة حسنة طبعا الدرسي كان مهم وكان مليء بالمعلومات الجديدة أتمنى أن تكونوا فهمتوا الدرس فهما جيدا إن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى جزء آخر وأراكم على خير وفي حفظ الله وأمانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته